هذا يعني ذكره بعضهم في سيرة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أحد المشيخ رأى في منامه أن الشيخ بن باز يسجد ويدعو في سجوده الأول بدعوات وفي السجدة الثانية بدعاء غير الأول استيقظ الرجل نسي هذه الدعوات كان قد علقت هذه الرؤية في ذهنه فيعني أصر على الشيخ أن يعني يخبره بدعوات في سجوده وقد كتب إلى الشيخ بهذا رسالة فرد عليه الشيخ قال هذه الرؤية نرجو أن تكون خيرا لنا ولكم أما الدعوات التي أدعو بها كثيرة ومن أجمعها الآن الخطر في ذهنه سبحان الله الدعوات كلها في صلاح القلب قال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموتراحة لي في كل شر اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في دينك ربي زدني علما هذا يكرره الشيخ يعني دعا من عنده اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في دينك وزدني علما قال اللهم وفقني للإخلاص والصدق وإصابة الحق في القول والعمل اللهم اجعلني من أنصار دينك والدعاة إلى سبيلك على بصيره اللهم ارزقني القوة والنشاط في كل خير اللهم ارزقني القوة والنشاط في كل خير يقول والدعوة الأخيرة خاصة قول عندما قرأتها تذكرت كلمة سمعتها من مدير مكتب الشيخ وهو الشيخ محمد الموسى رحمه الله قال في محاضرة عن الشيخ بن باز قال إن الشيخ بن باز كان يعطى قوة عجيبة في مواسم الطاعات مثل عشر من ذي الحجة والحج ورمضان قال وإعانة ظاهرة يعطى قوة عجيبة وإعانة ظاهرة ونشاطا منقطع النظير على العبادة والخير ويدهم بروح منه قال ومن الأمور الملحوظة في سيرة الشيخ أنه كان كثير الدعاء بصلاح القلب فيخبر عنه أحد الأفاضل أنه سأذن الشيخ بن باز في صحبتي للعمرة وكان هذا في سنة تسع عشر وأربعمائة وألف للهجرة وهي آخر عمر للشيخ يقول هذا الرجل كنت له كظله وحرست على مرافقته ومراقبة والإنصات له فكان أكثر دعاءة في المطاف وعلى الصفة والمروى ربي أصلح لي قلبي ربي أصلح لي قلبي ربي احفظ علي سمعي وعقلي ربي زدني علما شوف كيف دعوات الشيخ قل ربي أصلح لي قلبي ربي احفظ علي سمعي وعقلي وفقد بصره فيسأ الله يحفظ له سمعه وعقله ويصلح له قلبه حتى يعبد الله قال ربي زدني علما شوف هو قد بلغ فوق الثمانين ويسأل الله يزيده علما ولما ذكر ذلك لتلميذه الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قال الله أكبر والله لقد صليت خلفه صلاة العصر في الخرج يوم كان قاضيا في الدلم فسمعت في آخر ركعة قبل السلام أحيانا تعرف الإمام ممكن يدعو يستغرب في الدعاء فيسمع المصلين شيئا من دعائه يقول في آخر ركعة قبل السلام كان يقول ربي أصلح لي قلبي ربي أصلح لي قلبي ولما خطب يعني خطبة الجمعة في بعض المساجد كان يسمع له هذا الدعاء بصلاح القلب بين الخطبتين يعني الإمام إذا جلس يدعو بما يشاء والمأمومون يدعو بما يشاء سبحان الله كأن هذا يعني أمر هو الذي شغل قلب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بصلاح القلب ألو إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كل ألوه القلب وأيدهم بروح منه